اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعجبني اشجع الفكرة بقوة اشتركوا في القناة 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 ولكن انت مطرود في الواقع لم يكن ذلك صعبا في الحقيقة اعجبني الامر واحتفالا بمزاجي الجيد اعلنوا اقامة حفل يوم غد اشتركوا في طهاتكم المعدنيين سأذهب الى الغابة لي اتناول شيئا امنا كالنباتات المجهولة والفطر ايها السادة اليوم طردت من عملي بدوام جزئي واجر قليل هذا فضيع لا ينبغي لمديرك ان يحكم عليك بناء على مدى قلة نشاطك غدا سيقيم ميا بيرغر حفلا كبيرا والسواعق الكهربائية ستفسده اه اليكم خطتي شكرا لمجيكم الى الافتطاح الكبير لمي بيرغر بمناسبة الاحتفال جميع شطائر بيرغر بالجبن اليوم مجانية جبن لا يمكن احتمال الاكتوز لا احب الجبن اصلا حينما يعطينا جاسوسنا الاشارة سنتقدم اخر الاخبار شطائر مجانية الغي المهمة الغي المهمة مبارك لمي بيرغر المكان الذي تحصل على ما تريد بلا ريب لن انسى ما كان يقدمه فريق الكسالة بلا اي اهتمام لا بالرواد ولا بطلبات الرواد اكد محامون لي ان النسبة الاهتمام بتقديم هذه شطائر هي ضمن الحد القانوني يمكنكم نسيان تلك الفترة القديمة اما انا فلا ايغمان لا ينسى ابدا لذا سانفذ انتقامي مما تسمونه مطعما ومن كل رواده ساخرقه اقل بطاقة يمتد الى الاسفل ايضا اقل بطاقة يمكننا استطاعه مرحبا هذه ستيكس انا في الغابة الان انتان هذا تهديدا او مؤامرة فضغة الواحد ستيكس لم اجيب آلية لديكي لانني اتراه الالات كنت محقة فيما يخص الاليين نحن عارقونا في المطعم هل تؤذينا رقصة الشماتة الان؟ اريدك ان تتواجهي الى محلي من فاوريكس ريك باما اصغي اليي اريدك ان تحضيري بعض الاشياء بيكس اصغي جيدا احضري محول الطاقة وجهاز تكتيف الاشعة الكبير وليس الصغير حسنا ومفتاح الربط الصغير اجل فهمت ودارة تقويم التيار ولحامة الليزة لا يمكنك احتجازنا على الدوام اعلم لهذا ساطلقكم الى الفضاء ماذا؟ ودعا هنا ستيكس سؤال سريع اين المطعم؟ فوقك تماما هذا سيء سر المطعم الناجح هو الموقع 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 يبدو ان عليك مساعدتنا من الجو يمكنك استعارة طائرتي تحتاجين الى طيار هل بقي احد في البلدة؟ لماذا يتعين علي المساعدة على انقاذ ميا برغا؟ انا وانت لدينا قاسم مشترك الا ان كنت تصدق ان الحكومة تغير تهجئة الكلمات وتبدل معجماتنا كلا ما يكره الاليين نعم لقد اخذوا عملي ابقى يديك على المقود لا تملي علي ما يجب فارو انت لست ولية امري من الرائع هزيمة ديفرنادل وميه بيرغر وسونيك في الوقت نفسه وفوق ذلك لن اقف في الصفوف بعد الان اليس هذا صغيرا؟ لما لا تجد احدا عندما تحتاج اليه؟ اول ما عليك فالو هو تحفيف سرعة سعودنا قبل ان نصل الى البضاء عليك تعطيل زوجين من محبكات الداخل ديف اقترب منهم اكثر استطيعوا هذا ولكن من سيقود طائرة؟ انتي تقسي تقسدين بالطائرة حسنا رائع بدانا بالهبوط بعد توقف نصف المحركات تقاوم بقيتها كقلنا ستتوقف علينا تعطيل حقل الطاقة بزرعة حان الوقت لزيادة سمرة دون ان يزعجني احد فليمسك كل واحدا بغطاء كي تستعملوه مظلة هل استعمل غيره؟ هذا عليه بقعة خردة نظرته كلها؟ يا الهي هيا اسحق حقل الطاقة بموجة الكترومغناطيسية لا اعلم ما مانع كلامه يمكنك فعلها يا ستيكس تحتاجين الى موزع طاقة ابحث عن مدخرة يخرج منها ثلاثة اسلاك متعرجة حسنا ولد دواء الآن عدوري على جهات تكتيب الأشعة إنه يشبه مخروض المرور المطاطي مع مشبك سبديه على سلك الطليق وضغطي فوق السري الأحرار الكبير أحزم يا ستيكس انخفض يا داب انخفض انخفض استعدي فقد بدأنا بالاقتراب من الأرض لا يبدو هذا جيدا لقد كان هبوطا ممتازا لطف كبير أن يرقى ديف ليصبح المديرة ديف استحق ذلك لأنه ساعدك على إنقاذ البلدة لكنه لقب بلا معنى فليس لديه موظفون في الواقع توليت ذلك أنقذت أحد الآليين وأعطت برمجته هذه خضار طلبت شطيرة نقانق حان وقت استراحتي يتهم إيغمان أصدقاءنا بسرقة نقوده لنرى كيف سينفذ تهديده بالهجوم عليهم ومن سيساعده من الآليين وهل يتمكن أصدقاؤنا من كشف السارق في النهاية امضي يا سونيك فطريكك كالسيف إن لم تقطعه بسرعة قطعك